كسف تقرير ناشرته مونتي كلو عن قيام الفصائل العراقية المسلحة في خطوة احترازية باستيراد شحنة من أجهزة البيجر لتعزيز أمن الاتصالات عقب اغتيال قيادات بارزة لها على يد القوات الأمريكية ويتياد القرار في سياق تصاعد الهجمات المتبادلة حيث تمثل أجهزة البيجر أسيلة اتصال أكثر أمنا مقارنة بالهواتف الجوالة ومن مقرر أن يستعين القادة العسكريون في بغداد بفريق علمي وتقنية من إيران أو باكستان لتقييم هذه الأجهزة وفحصها قبل استئناف استخدامها يأكس هذا التحرك التحديات الأمنية المتزيدة التي تواجهها الفصائل في ظل الظروف الحالية ويعزز من جهودها لتعزيز الاتصالات بشكل يحمي قياداتها ومقاتلها